السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الاربعاء 16 8 هاب اغسطس طبعا القمر اليوم لاخر يوم رح يكون موجود في برج الاسد في ساعات ما قبل منتصف الليل بتوقيت جرينتش بقليل يعني الساعة 11 و13 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش القمر رح ينتقل لبرج العذراء فعشان هيك معناته طول اليوم رح يكون القمر موجود في برج الاسد بما ان القمر موجود في برج الاسد معناته اليوم برضو بيكون الناس من حولها في هاي الفترة اكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعن التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على المطالب او على بعض المطالب العادلة بوسعن اقتراض المال والاستثمار واختناء حلية ثمينة والتحلي بشجاعة وارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين لا الا بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية رح تكون زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون ساعة 12 و43 دقيقة بعد منتصف هاي الليلة فبتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر خلال هذا اليوم وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم تعطيض فعالي العاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم برضو هاي زاوية بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا ايضا وبتسمح لنا ان نعيش اوقات ممتعة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية ذكرناها بحلقة منفصلة هي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين اورانوس طبعا ذكرناها يوم 8 ثمانية وذكرناها ايضا في حلقة لحالها هاي لانها زاوية خطيرة جدا قلنا ان تأثرتها من يوم 8 ثمانية ليوم 23 ثمانية طبعا ذروتها يوم 16 ثمانية اللي هو اليوم الساعة 22 و 34 و 30 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيتمرد بعض الاشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كما انه بيتمرد بعض الابناء على اهليهم وبتزيد من عنادتنا واندفاعنا وبصير في عنا رغبة بالاستقلالية الشديدة والغريبة ايضا وبصير في نوع من انواع الغرابة بتصرفاتنا تجعلنا نخطئ في احكامنا ويصير في عنا نوع من انواع التحولات العنيفة في مسار حياتنا من ميلة المبالغة في تقدير قوانا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لوعكات قلبية او تشنجات عضلية ايضا وقلنا في الحلقة المنفصلة انه غالبا بتحدث بعض الثورات او الانقلابات العسكرية او الاغتيالات في مثل هاي الوضعية وبالدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال انها تتطور اضرابات او اشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبرضو بالدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل سقوط الطائرات وحوادث الها علاقة ايضا بالسك الحديد اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين اورانوس هاي الزاوية طبعا ذروتها الساعة 9 و4 دقائق صباحا بتوقيت جرامج تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن افاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتجعلنا سريعين التأثر وعاندين غريبين الاطوار بتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي او في العواطف وبرضو بتدفعنا لا يعني بتدفعنا لا هيك نروح لا باتجاه العلاقات العاطفية العابرة وهذا الشيء ممكن يعرضنا للفراق مع حباما اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين الشمس يعني ولادة الهلال هاي رح تكون الساعة تسعة وتمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نطلق المساند والدعم من الاصدقاء نتجه لتغليب العقل نصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار طبعا رح يبدأ الساعة التسعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام الساعة حداعش وثلاث عشر دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج لا يستقر القمر بعديها في برج العذراء هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في فترة خلو المسار في عنا زاوية بطيئة رح تبدأ تأثيراتها هاي الزاوية زاوية التثليث ايجابية بين المريخ وبين اورانوس هاي الزاوية بدأت تأثيراتها يوم ثمانية ثمانية ورح تستمر ليوم اربعة وعشرين ثمانية وهي مأثرة ولكن ذروتها اليوم فعشان هيك ذروتها رح تكون الساعة واحدة وثلاثة وخمسين دقيقة بعد الظهر هاي الزاوية بتكسبنا الشجاع على اتخاذ قرار حاسم في حياتنا بتزيد من اسرارنا وشجاعتنا ميلنا المجازفة والسرعة بتدل على نشاط اكبر في الرحلات الجوية وازدياد مدخيل الخطوط الجوية الوطنية ايضا واهتمام الدول بتطوير الاسطول الجوي والعسكري ومحاولة تطوير وعصرا اتقطاع الصناعة وتطويره بادخال التقنيات الجديدة من مكان صناعي مثلا وبيتمتع الناس بحرية اكبر بالتعبير وبيتحقق ذوي القطاع الخاص ارباح مهمة بفضل جهودهم ومثاثرتهم الساعة 11 و13 دقيقة مساء خلاص القمر بنتقل وبصير في برج العذراء طبعا ما رح نذكر تأثيراته لانه في حلقة الغد نذكر ان شاء الله وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ايضا اليوم تشتد رغبتكم بالتقرب من احبائكم اكثر من يوم امس كمان وقضاء وقت ممتع معاهم طبعا الاحباء مقصود باحباء عاطفي واحباء ابناء ووالدين وفترة مثمرة ايجابية تعتبر هاي الفترة بتستعيد اشراقتك وبتسحر الكثيرين اليوم بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة لا امور الها من المغازلة المصالحة تكرار المحاولة الهدايا تقرب من الحبيب يعني لا جوء هاي جيد اليوم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتحتل الامور البيتية والعائلية القصة الاكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من افراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات مثلا او مشكلة او رعاية احد افراد العائلة او اعطال منزلية مثلا او غيرها اهمش انك ما تفقد الاتزان وثقة الاحبة ممكن تقلق بشأن صحة احد افراد العائلة او ربما مسألة شخصية برضو ممكن يكون هيك او تظهر لك بعض المصاريف الاضافية اللي يعني شوي تخليك متوتر برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم اشخاص ممكن يخرج في نزهة قصيرة او بيكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الامور الصعبة وطرح افكار جديدة وممكن تحصل على فرصة جديدة تفسر من خلالها مشاعرك وتبرر مواقفك وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات اليوم للامتحنات ممتاز جدا وايضا لا اقناع اي شخص ممتاز جدا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بيحملك فرصة لمكسب مالي بيجي على الاغلب من عمل اضافي مع هيك بتكون تحذروا من اي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي اهمش انه ما تتسرعوا بتوظيف الاموال بل دققوا بالتفاصيل تطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ اليوم طاقتكم ممتازة فعشان هيك اليوم لازم تتحركوا باتجاه المكاسب المالية او الحلول المالية برج الاسد بالنسبة لما وليد برج الاسد طبعا اليوم افضل بكثير من يوم امس ايضا تبدأوا اليوم فترة افضل من الايام الماضية والنشاط رح يكون عالي جدا وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة اليوم ادعم من مركزكم الاجتماعي او العاطفي برضو اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة وواقعية الامور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر ولكن الاهم على المستوى العاطفي الاجواء جيدة وعالمستوى المالي ايضا بداية جيدة وممكن اليوم تستغلها في كثير من الامور برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم برضو القمر موجود في بيت المتاعب فلا اخر يوم فعشان هيك برضو اليوم بدكوا تعملوا بشكل روتيني الانو التعب رح يسيطر عليكم مش بشكل كبير مش زق مثل اليوم امس ولكن بظل في نوع من انواع الضغط فابدكوا تحاولوا تنظيم اموركم والمحافظة على صبركم المعهود اثناء تصريف الامور والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير او سوء تفاهم او التباس او وعود كاذبة فبندك تحاذر من البدء باي شيء جديد دون تدقيق الكامل في الموضوع ولا تسمح للقلق بانه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم امورك وضاعف مجهودك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم بتنشطوه في اجتماعيا وبتلتقوا لاصدقاء ومنكم اشخاص ممكن يتلقدها ولحضور حفلة او مناسبة سعيدة الاجواء جيدة على المستوى الاجتماعي برضو اليوم فعشان هيك ممكن لقاء اصدقاء اتصال من صديق او خبر معين يعني يدعمك بشكل قوي وبتقدر تطلب المساعد اليوم من اي شخص من رفقاك او من علاقاتك وبرضو ما تتردد بتقديم المساعد بدورك في نوع من انواع التحالف رح يكون ما بينك وبين زملائك اصدقاء جيرانك اهمش انه ما تبقى وحيد وحاول انك تخرج للقاء الناس برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيتركز اهتمامكم من اليوم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل اهمش انك تقدم افضل ما لديك لعلك تحقق انجاز او تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية او الشخصية المطلوب منك انك تكون على قدر المسئولية هي فترة صعبة شوي لانه يعني بيت السمعة هاد فحاول قدر الامكان تستغله لتدعيم سمعتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وممكن تشاركوا في حملة او ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تلتقي اليوم بوجوه واراء وثقافات مختلفة الاجواء لطيفة جدا اليوم يعني اليوم في هيك نوع من انواع الطاقة الغريبة رح تكون موجودة عندك اذا استغلتها بشكل جيد رح تنجز كثير من الامور الرائح حتى على المستوى العاطفي او على مستوى تعزيز علاقتاتك الاجتماعية والعائلية فهي فترة متمرة على جميع الاصعد برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي اليوم بتعيد تنظيم اموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة او تعويض ولكن من جهة اخرى يجب الحذر من اي شراكة مالية جديدة اذا عندك قرض او عندك نوع من انواع المفاوضات على وضع مالي معين مع بنك مع ضريبة مع تأمين ميراث دقق بالتفاصيل بشكل جيد ما تتسرع باتخاذ قراراتك ما بناسبك اطالة الخلاف والزعل ما بينك وبين الاحبة حاول انك تسارع لتقريب وجهة النظر باستطاعتك ادارة المفاوضات بشكل جيد ولا بق اليوم وممكن تناقش موضوع زي ما حكينا ارث او موضوع مالي برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا ما زال القمر موجود في مقابلك تماما فعشان هيك برضو اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف تاني اي شخص اليوم اي او اي عمل حابب تنجزه او تتممه حاول تخلي فيه معك شخص اللي هو يبادر في هذا الموضوع زي شريكك او يعاونك في هذا الموضوع بتم الامر حاول انك ما تنفعل وحاول الاضاءة على الايجابيات وما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعي واعصاب برده وما تتسرع باتخاذ القرارات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بيبدأ العمل بتراكم لديكم تدريجيا فحاولوا انجاز فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك فبتكوا تنتبهوا لغذاكم وراحتكم وما تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم بتكوا تكونوا اكثر تنظيما وتحسنوا ادارة الوقت اتجنبوا اثارة العدوات واهمال وضعكم الصحي ايضا حاولوا انك تأخذوا قصة من الراحة اهدأوا وكونوا عند حسن الظن هاي فترة للعمل ممتازة فلازم تستغلوها بكل طاقتكم لانه ابتداء من يوم الغد القمر رح يصير مقابلة فرح يعطل عليك كثير من الامور فحاول تستغل هذا اليوم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر